عقدت امرية مواقع المنطقة الشمالية اجتماعا موسعا لرؤساء اركان قيادة العمليات والفرق العسكرية في محافظات نينو وديالا وكركوك فضلا عن حضور امرية مواقع ومداخل تموين تلك المحافظات من اجل مناقشة الية توزيع الارزاق للمقاتلين في فصل الصيف لا سيما للطلاع على اسلوب الخزن في المستودعات وجودة الارزاق على ضوء توجيهات السيد وزير الدفاع وسيد رئيس اركان الجيش وسيد معامر رئيس اركان الجيش للمير المحترم على ضرورة عقد مؤتمر لرؤساء اركان العمليات ورؤساء اركان الفرق في قاطع الشمالي في امرية مواقع المنطقة الشمالية لتضم قيادة عمليات نينوى وقيادة عمليات صلاح الدين وقيادة عمليات ديالة وعمليات غرب نينوى وقيادة عمليات سامرة المناقشة المعاضر التي تتواجه توزيع الارزاق ويصال المقاتلين في فصل الصيف والقضاء على هذه المعوقات أهم المقترحات والتي توصلت عليها أن يتم تفعيل سرايا التموين والنقل في الوحدات هذه تكون العجلات مبردة وتستلم بصورة جماعية للوصول الارزاق للمقاتلين بصورة صحيحة تم إضافة في هذا المؤتمر تفعيل موقع مع قادة الفرق وقادة العمليات لنقل جميع المواد التي تستلم في المذخر ونقلها من قبل الفرق وتصويرها بشكل حي وإصالها إلى الفرق لإطلاع عليها بحيث تكون هذه المواد معروفة لديهم من حيث النوعية والكمية والوزن أمروا مواقع ومداخر التموين أكدوا أن الأرزاق تصل للمقاتلين بحسب الجدول الإسبوعي المعاد من قبل لجنة تفعيل المداخر في وزارة الدفاع وفق قياسات محددة للأرزاق الجافة والطرية مع ضمان جودة ونوئية تلك الأرزاق تم هذا اليوم عقد مؤتمر في أمرية مواقع المنطقة الشمالية وبصفة أمر موقع الموصل المتمثلة بمدخر تأمين الموصل تم مناقشة كيفية إيصال الأرزاق الجافة والطرية إلى المقاتلين للوحدات المسندة لمدخرنا المتمثلة بقيادة عمليات نينوى الفرقة السادس عشر وكذلك قيادة عمليات غرب نينوى المتمثلة بالفرقة الخامس عشر والفرقة العشرون وقسم من الوحدات المسندة الأخرى مثل مركز تدريب الموصل وكذلك مدرية السقبارات وأمن نينوى وتدليل كافة المصاعب لإيصال الأرزاق إلى المقاتلين بأفضل صورة تم تشكيل مدخر تموين كاركوكا الرئيسي في 1.3.2021 لإسناد القطاعات فرقة المشات الآلية الثامنة وفرقة المشات 14 وكذلك قيادة عمليات صلاح الدين ووحداتها كذلك قطاعات قاطع الدفاع الجوي وقاعدة طيران الجيش يتم تأمين الأرزاق الطرية والجافة للوحدات حيث نقوم بتسليم الأرزاق بالساعة 500 يوميا الأرزاق الطرية للوحدات بالإضافة إلى الأرزاق الجافة شهريا إن عقد هكذا اجتماعات دورية وفتح قنوات تواصل مع الوحدات العسكرية يسهم في تلاف السلبيات وضمان وصول الأرزاق للمقاتلين بصورة صحيحة يمثل ضرورة ملحة دائما ما تساءليه المؤسسة العسكرية محمد الشوالي